بعثة فريق النادي الأهلي سفرت الساعة 2 الضهر النهاردة لجنوب أفريقيا وهتوصل مساء اليوم أو هتوصل مساء اليوم لبرتوريا طبعا استعدادا لمباراة سانداونز في زهاب نصف نهاية طولة الدوري الأفريقي لقرط القدم الفريق الأول لقرط القدم بالنادي أهلي خاد مرانو الأخير على ملعب مختار التش صباح اليوم زي ما حضراتكم شايفين كده قبل السفر إلى جنوب أفريقيا والبعثة بيترقصها مردي المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وقام المهندس محمد سراج الدين طبعا زي ما حالكم شايفين في المطار دلوقتي البعثة اطمئن المهندس محمد سراج الدين على كافة التعتيبات الخاصة بصفر البعثة بالتنصيق الكامل مع كابتن خالب بيبو مدير الكرة لتوفير كل سبل الراحل اللاعبين والجهاز الفني وطبعا رحلة التهاران هتشهد في السكة ترانزيد بسيط لنيروبي في دولة كينيا للتزويد بالوقود على أن تستقنب بعثتها الرحلة إلى المطار جوهانسبرج وطبعا دي رحلة طويلة شوية طبعا مارسل كورون عقد اجتماع للفريق ومحاضرة للعبين قبل بداية المران النهاردة وبدأ المران بالاشراف من مخطط الأحمال بفقرة أحمال بلدانية ثم استكمال فقرة المران اللي شملت على خطة طبعا كان فيه النهاردة تدريبات خططية وتأسيمة وكان فيه الجزء الفني الخاص بمستر مارسل كورون اللي احنا عارفينه دايما وهيخود الأهلي زهاب نصف نهائي الدور الأفريقي مع فريق ساندونز الجنوب الأفريقي في بيرتوريا يوم 29 أكتوبر الجاري على أن تقام مباراة العودة يوم 1 نظامبر بالقاهرة وتأهل طبعا النهار الأهلي إلى نصف نهائي الدور الأفريقي بعد إقصاء سيمبا في ربع النهائي بالتعادل في تنزانيا 2-2 وفي القاهرة بنتيجة هدف لكل فريق تعالوا نشوف تقرير عن مواجهة الأهلي أمام الأندية الجنوب الأفريقية ونرجع نكمل كلامه الإثارة والندية والمتعة دائما ما تكون حاضرة في مواجهات المارد الأحمر مع أندية جنوب أفريقيا على مر السنين استطاع الأهلي خلالها من تحقيق الانتصارات والتتويج بألقابه الأفريقية في عدة بطولات التقى المارد الأحمر مع فرق جنوب أفريقيا في 30 مباراة بجميع البطولات الأفريقية نجح في تحقيق الفوز في 13 مباراة وسيطر التعادل على 9 مواجهات بينهما التقى الأهلي مع سنداونز للمرة الأولى عام 2001 في دور النهائي لدور أبطال إفريقيا وعنق فيه المارد الأحمر لقبه الأفريقي الثالث له على حساب سنداونز بينما كانت آخر مواجهة للفريقين في دور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا عام 2023 والتي توجى الأهلي بلقبها للمرة الحادية عشر في تاريخه يعد الكابتن سيد عبد الحفيظ أول لاعب في الأهلي يهز الشباك سنداونز وذلك في ذهاب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا عام 2001 في بريتوريا ويعد الكابتن خالد بيبو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بعدما نجح في زيارة شباك سنداونز في ثلاث مناسبات في مباراة واحدة ويعد النجم علي معلول هداف الجيل الحالي للأهلي في مرمى سنداونز برصيد هدفين التقى الأهلي مع فريق سنداونز في أربع عشرة مباراة حيث حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مثلهم وتعثر في أربع سجل لعب المارد الأحمر تسعة عشر هدفاً ترجمة نانسي قنقر